قصة النهاردة عن حياة ووالدتها اللي وفقت تسيب اسكندرية وتعيش مع جزها في قصيوت واكتشفت بعد الجواز انها مش قادرة تكمل حياتها في الصعيد ولما جات لجزها فرصة شغلة في ليبيا خدت ولادها ورجعت بيوم اسكندرية ورفعت عليه قضية خلع ولما رجع الزوج اتفاجئ باللي حصل فطلقها وخد ولاده ورجع بيوم الصعيد وبعد سبع سنين مروا من غير ملؤمة حتى تسأل على ولادها ظهرت مؤخرة عايزة تشوفهم والسؤال دلوقتي هل منحقها تشوفهم ولا مش منحقها ومنورانا ومشرفانا ليهم الهواري اخصائي علم النفس المؤسسي وتحليل السلوك عشان نجاوب على السؤال ده ونشوف هنعمل ايه في قصتك يا حياة بزاك يا رير بزاك يا سي مبروك الموسم الجديد الله يبارك فيك ومنورانا يا رب اللهم امين وليلي بقى سمعت قصص اغرب من كده سمعت قصص لا حاجة محزنة حاجات وجه على القلب مش كده ليه يعني مش الامة دي بتبقى كلها حنان ومومة ازاي بتاعف تنمن غير عيالها لا لو انا هتكلم هاخش المدخل اللي انت بتكلمي فيه بقى انا بتكلم على ناس عادية سوية تصرفات الطبيعية لكن بقيت ملابسات القصة اللي احنا قرناها لا ما بتقولش كده يا سالي يعني مفيش حد في سبع سنين بيتجوز اربع مرات ولا ثلاث مرات ومفيش حد بيعمل وده معنا ايه لما حد يعود يتجوز كتير كده هو من الاطار العام للقصة اللي هو وصل لنا زي ما هو وصل مكتوب زي ما وصل بيقول القاتي ان الاب والام اللي اتنين بيندرجوا تحت حاجة اسمها الشخصية الحدية الشخصية اللي هي الحاد المزاج ايه الند بالند يعني لا يعني ايه لا دي بتبقى تصنيف الشخصيات في علم النفس بيسموه المريد السوي او السوي المريد يعني ايه مش زي بايبولر ده حاجة تانية سيان لا مش بايبولر اه اوكي لا ده بيبقى انفعالاته حادة مشاعره مش سبتة مشاعره على طول متقلبة ووطفه على طول متقلبة حاد المزاج جدا يخاف ويكره الوحدة ودايما يشكه دايما يغير في مبدئه وافكاره واو ده بنسميه الشخصية الحدية فعالات جارفة عالي واطي زي ما هي بتقول في القصة يتخانوها اوي 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 مع بعض يتصلح ويوعدوا بعض هم نفس الشخصية بالزبط هما الاتنين لان هو نفس التصرفات لو تاخذ بالك لما قرينا قصة هي نفس التصرفات في الاتنين في الحالة دي لازم نقول ان الشخصية دي مش بنسميه مريض سوي او سوي المريض ليه لانه هو يقدر يعمل كنترول يقدر بالتدريب يقدر بانه هو منتبه لهذه الحالة يقومها ويسيطر عليها عشان كده بنقول انه هو في مبين الاتنين على الحدود مبين انتي مع المقولة دي ولا انه العكسي في الصفات هنجذب لي انا ممكن ابقى عصبية عايزة واحد هادي ممكن ابقى اللاود اوي او اه 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 على طول مالش السرف هنا ايه انا عايز انا بختار صح مش دي اللي انتي بتقولي انا ببعايز الابوسيت انا عايز بدور على جه تاع انتي شايفة ان طبيعي جدا ان احنا ناس نتجوز في سبع سنين تقلقت اربع مرات ده بندور على شخصية والاتنين زي بعضة بيعملوا مبوراة اه يعني ده بندور على شخصية لا احنا بندورش على شخصية احنا جواز للجواز لا انا قصدي هما جوازهم من الاول وMattما تكون جواز للعند انا قصدي جوازهم من الاول ده كاله اب هل انا بتجوز عشان انا عايز اجوز هذا الرجل لا هل أنا بتجوز عشان أجوز هذه السيدة هل دي اللي تنسبني هل دا اللي ينسبني هل دا اللي يفتح لي بيتي هل دا اللي يتفتح لي بيتي ما دخلش الحوار ده احنا بن الجواز للجواز انا عايز أجوز عشان عايز أجوز طب السعيد واسكندرية فيه جاب ما بينهم او فيه فجوة كبيرة ما بينهم ان يتعف تتأقلم والله يعني هو اللي أنا بقوله تتأقلم ما تتأقلمش بس هو ده مش كان اللي تفعل اولاني ارتضت طب انا قلت كلام ومش قادر عليه حلوة. لو أنا مش قادر عليه. هل أنا ما ينفعش أن يكون الزوجي متفاهم هذا الوضع. وهو ما كانش فلاكسبل. ونلاقي ما هو. ده اللي أنا بقوله. ما ترغبت ليبيا. ونلاقي حل في الوسط. طيب لو أنا بقول هذه الشخصية. أنت قلت ليبيا. هل لو أقول إن الشخصية دي بتتكره وتخاف من الوحدة. وكمان مش عجبها المكان. تفتكري بالعقل كده. هتقدر تعود يا سالي. منطقي إنها تقدر تعود. طيب منطقي إنها تروح تعمل فعلة غلط. أنا ما بقولش إن اللي هي عملته ده صح. أنا بقول إنه هي عملته ده غلط. اللي هو على طول أول ما يسافر تاخد بعدها وتجري على هناك. تجري على اسكندرية. بس هي راحت عشان إيه؟ زي ما تبعت. عايزة روح لأهلي. عايزة روح لصحابي. عايزة دايما محيطة بناس أعرفهم. أنا كله خوفي وأنا هناك إن أنا لوحدي. وكمان أنت سبتني وسفرت. طيب وفقت إزاي من الأول؟ ما هو بصي أنا عايزة أقولك على حاجة ما هو برضو حتة وفقت ولا ما وفقتش يا سالي. دي مش كل العائلات ومش كل الثقافات اللي هي أوكي فيها وفقت ولا وفقت فيه اسمها سن جواز. وده راجل مناسب ليكي من وجهة نظرنا كأب وكأم وكلام ده. وأنا لما أكون ابنة كمان بقى جاهزة إن أنا أتجوز وعايزة أتجوز بقى وعايزة يبقى ليه بيت وعرفة بل بس الفستان. عايزة فرح. طلي بالأبيض طليتي. تعالي جنب أخواتك. فهل إن ده صح؟ لا مش صح. هل ده طبيعي؟ لا مش طبيعي. وده معناه إيه؟ إن في مشكلة في الشخصية للتنين مش لحد واحد. ومفيش التفاهم ومفيش الندوج اللي يلزم ده لأن لما البني أدم يبقى ناضج يا سالي. يقول إيه؟ آه أنا مش عاجبني آه أنا مش مبسوط بس فيه مهم وفيه أهم. الأهم اللي إيه؟ إن أنا بقيت أم بقيت أب. ملزم مني هذه الأولاد. ما حبش ولادي يشوفوني بصورة مش كويسة. مش ده الندج. طبعا. مش أحب إن أولادي دايما يبقوا أحسن مني فلازم أكون أنا كويسة عشان قدوة يحتذى بها؟ طب هل أنا كأم متجوزة ثلاثة أربع مرات؟ وبعدين المرة الأخيرة مش لقي أحد معايف. هروح أرجاء لأولادي عشان ما بقاش لوحدة لأن أنا بخاف من الوحدة. عشان إحنا قلنا تحليل الشخصية بتاعتها. ساعتها أجي أقول طب أنا بنتي طلعت كده ليه؟ ما هي بنتي حتقلد مين؟ يعني إيه أمتها سبع سنين ما تشوفش عائلها؟ أقول إيه لأنتي. هو ده بجد؟ أيوة لا إن هي شخصية. تقول لك راحت من غير ما يتهزلها شعرها؟ لا هو بصي راحت من غير ما يتهزلها شعرها مش عارف إيه. أنا دي ما أقدرش أتق أحط عليها تقل قوي. لأن لها كانت البنت ما تعرفش. البنت لما تكون صغيرة. وهي دولات عندها 16 سنة؟ طيب يعني القصة اللي إحنا بنحكيها دي كان عندها 9 سنين. مقدة اللي هي أم ثبت وهي 8 سنين. سدوات 16؟ مايشي 16 بس سنوات جاو. أنا بقي 7 سنوات عشانا حاجة. ما تقولش ما تهزلها شعرها. إحنا ويدونو اللي حصل ساعتها إيه. ممكن ساعتها يكون اللي كانت مناهرة. كما هي ما سألتش أنا عارف منين. بصي أنا عايز أقولك على حاجة. إحنا هنروح لحتة إنها فعلا ما تهزلها الشعرها. وإنها فعلا هي ما سألتش. مش هقول إنها تفرض عليها إنها يتبقى بعيد. أو إنها هترسم إحنا أفلام بتاعت فتن حماية. ما أقول حاجات دي. ما عايشنا برضو إن همك يشيرهير. أنا مش عارفين همك تبقى شخصة كده. نوال سببنا. لو هنروح حتة إنها فعلا عملت كده. يبقى أرجع تاني أقولك لأنها شخصية حدية. فيها جزء من الأنانية. لو هو التوصيف على رأي اللي إحنا سمعناه. لكن أجن أقولك أنا معرفش إيه اللي حصل. ممكن يكون أهلها منعوها؟ ممكن جدا. ممكن يكون هو اللي منعها. طب تفتكري حياة عندك كم أخت وأخ. ما قالتش حيك. ما قالتش. ما قالتش. أنا بحب بتحليلك قول. كل اللي هي فيه دلوقتي البنت. أنت مش عارفة تعمل إيه الصحة وإيه الغلط. أنا بقول لحياة أنت في سن حلوة قوي. ليه؟ لأن لو بابا كده وماما كده فهو في الأغلب كمان أنت وكمان 16 سنة. يعني فيها مشاعر جياشة متخبطة. وهي بعدت قالت كده. قالت أنا مش عارفة أعمل إيه؟ أنا ما بين ده وما بين ده. ما بين الصحة وما بين الغلط. طب أنا حس بإيه؟ كلمة المفروضة حس بإيه؟ دي كلمة صعبة قوي يا سالي دي مش كلمة سهلة. البنت مش عارفة تحس بإيه؟ ما بين إن هي وحشها مامتها وعايزة بقى في الأم موجودة. طبا. وما بين إن هي موجوعة منها فعايزة تدفع مامتها الوجع اللي هي وجعتها. طب تعيب أن اسمع رأي الدين في أم تعمل كده إيه؟ سلام عليكم يا شيخنا معنا الشيخ ياسر عبد المنعم كبير أئمة بوزارة الأوقاف. سلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعود حميدة. أخبر حضرتك إيه؟ الحمد لله يا فني من زر عبر حضرتك. الحمد لله أنا عايز عرف يا مولانا إيه حكم الشرع في أم غدرت مسكن الزوجية بدون علم وإذن الأب. وبعدين تخلت عن ولادها بعد ما يخدتهم يعني ومشيت. تتخلت عنهم وقعدت سبع سنين ما تسألش عنه. دول السؤالين في سوائل. معا. معا. لعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. دوة عملنا بيسمى في الشرع النشوذ إيه هو النشوذ النشوذ هو الخروج من المنزل بغير إذن الزوج لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتساب النفقة إذا لم ينفق عليها الزوج أو امتناعها عنه لغير عزر يترتب على هذا النشوذ ثلاث أمور الأمر الأول اللي هو أن هي آثمة لأن النشوذ حرام شرعا ترك بيت الزوجية بدون إذن هذا نشوذ ثاني حاجة يسقط عنها النفقة والسكنة ثالث حاجة يجوز التأديب والوعز والهج والضرب الغير مبرح فإذا رجعت سقط ما ترتب على النشوذ الضرب غير مبرح غير مبرح طب أنا عايزة حركة لحاجة مولانا هي أصلا عملت كل ده ورفعت قضية خلع ده حكم الشرع إيه؟ يعني مش بنسأل قانونا بقى بنسأل دينا ده بسمها إيه في المجتمع ولا بتعمل معها إيه؟ بكفى بالمرء اتمن أن يضيع من يعول أنا قبل ما أتجوز يا حضرتك لازم أن أعرف الأول هل الزوج دوة مناسب ليه؟ هل الطبيعة ديها مناسبة ليه؟ أو لا لا؟ ليه؟ لأنها يترتب على هذا الزواج أولاد يترتب على هذا الجواز أولاد ده هيخدني بقى لسؤالك يا مولانا لتكملة قصدي رد حضرتك بعد إذنك لسؤالي اللي جاي أنه بعد سبع سنين أنا أطعم معيالي وما سألتش عليهم ما عرفش هم بيناموا إزاي بيأكلوا إيه؟ هي عايزة تشوفهم ليه؟ ده أنا ده 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 زي ما الدكتور قالك كده لابد أن تروح يعني استشارة على طول طبيب نفسي استشارة طبيب نفسي لأن هذه النوعية النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الزوج والزوجة قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات أنت مش مسؤولة بس عن نفسك أنت مش مسؤولة عن نزواتك فقط أنت مش مسؤولة عن شهواتك فقط هناك أطفال وهناك أولاد وهناك أسرة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات حتى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المرأة قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها يبقى هنا تركت المسؤولية بتاعتها دي أولا ثانيا ارتكبت اسم لأنها ضيعت أولادها طيب حركة بتقول إيه البنتها حياة صاحبة الرسالة لا أقول لي بنتها إن الآباء والأمهات ما بيتعدوش جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أشكو إليك سوء خلق أمي نفس الحالة هاي يعني نفس الحالة إني أشكو إليك سوء خلق أمي قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن سيئة الخلق حين حملتك في بطنها تسعة أشهر قال يا رسول الله إنها سيئة الخلق نحن مش عارفين بقى سيئة الخلق عملت ايه الحديث رجاء مطلق أي حاجة بقى سيئة الخلق ممكن تقتل على بال المستمع أو المشاهد قال يا رسول الله إنها سيئة الخلق قال لم تكن سيئة الخلق حين أرضعتك حولين قال يا رسول الله إنها سيئة الخلق قال لم تكن سيئة الخلق حين أسهرت لك ليلها وأصمأت لك نهارها قالت يا رسول الله قد جازيتها أنا أدتها حقها وزيادة قال لا نبي قال له أنت عملت ايه قال حجشت بها وهي على عمقي يعني ايه يعني يا رسول الله طلعت بيها جبل عرفة وهي على رأبتي يا رسول الله سعيد بيها بين الصفة والمروة وهي على رأبتي يا رسول الله طفت بيها حولين الكعبة وهي على رأبتي يا رسول الله رحت بيها المزدرفة وبيت بالمزدرفة وهي على رأبتي عملت كل أفعال الحج وهي على الأبت فهل جازيتها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جازيتها الأب والأم يا حياة لا يعاتبوا بل نتمنى رضاهم حتى ولو كان كافرين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام الطبراني والإمام ابن حبان جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قرأيت إن صليت السلوات الخمس اسمع حضرتك عشان نعرف إن طاعة الوالدين حتى ولو كانوا غير صالحين واجبة طبعا أنا بقى عايزة أسأل حرك بقى يا مولانا أنا بقى يا رب تكون الفكرة وسطت لحياة بس أنا بقى عايزة بقى إيه يعني تقول كلمتين ليها والكل الناس بتفرج علينا الصبر والعفو إيه جزاءه عند ربنا يا الله انت عارف حضرتك في ناس يوم الإيامة بتخرج من الكبور إلى الجنة لا إله إلا الله لا في حشر ولا في صراط ولا في سؤال ولا في اعتاب ولا أي حاجة يخرجون من الجنة صراعا إلى يخرجون من الكبور صراعا إلى الجنة اللي وقف على الباب رضوان خازن الجنة اسمعي يا حياة انت رحين فين هي بوابة من غير بواب انت رحين فين قال قالوا ألم تعلم من نحن نحن أهل الفضل قالوا بما فضلت أو بما فضلتم ليه ربنا فضلكم قالوا كنا إذا ظلمنا صبرنا الله وإذا جهل علينا حلمنا نحاول الله وإذا أسيئ إلينا غفرنا فيقول لهم رضوان ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين يا حياة الله عز وجل يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله يا حياة الله عز النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن العفو ليس له جزاء إلا الجنة فنحفو ونصفع والله عز وجل يعني يصبرك عاوز أقول لك يا حياة أكسر من الزكر وأكسر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يلين قلبك وحتى يلين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال تحلم على من جهل عليك وتعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وقال النبي صلى الله عليه وسلم سلاسة من كن فيه حسبك الله حسابا يسيرا وأدخله الجنة برحمته لا إله إلا الله قالوا ما هي يا رسول الله قال تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك فإذا فعلت ذلك دخلت الجنة جهاد يا مولانا جهاد كل من أدم خطاء طبعا كل من أدم خطاء وبعدين الوالدين ما ينفحش نعاتبهم لأن رضى الله من رضى الوالدين ربنا يبارك لك يا مولانا أنا عايزة بقى أسألك كمان تقول إيه لطلقها وأبو ولدها وأي حد أنا مش بكلم قانونا لأنه أنا ما أفقهش كتير في القانون أنا بكلم كدين أنه أب يحرم أم من ولدها تقول لهم إيه الظلم ظلمات يوم القيامة هذا ظلم يقول الله عز وجل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس وقال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الكدسي قال رب العالمين اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصر غيري هذا ظلم إنك أنت تحرم أم من أولدها وبعدين في حكاية القصة نرى أن الاثنين غلطانين الاثنين غلطانين أنت حضرتك يعني أنت سفرت وسبت زوجتك وخرجت من غير ما تحلل المشكلة أو من غير ما تثبت البيت أو من غير ما تلاقي هناك في حل الهادية المشكلة أنت هربت وسبت الزوجة كلكم رائعين وكلكم مسؤولين على الرقم طبعا أنا بشكرك يا شيخ أنا بشكرك ونورتنا ويرب يجعلك سبب دايما شيخ ياسر عبد المنعم كبير أئمة بوزارة الأوقاف أنا بشكرك جدا ونورتني هرجعلك باري ها سمعت بقى والدرس دين نتعلمه منه يا طبعا الحمد لله نعمل إيه بقى يعني أنا بقى دلوقتي عايز أعرف يعني هيدلوقتي راجع لي الأول يا مش أقولك بمتت قبلها ولا لا بس هي راجع لي الدنيا دي تلاقي ظهرها طيب تاني هزي الشخصية حدية الحدية دي الشخصية دي بتتقلب في مبادئها وتتقلب في اعتقدتها واللي هي بتعترف بي أو اللي هي القيم بتاعتها طيب الستة دلوقتي السيناريو اللي أنا شايفاه يعني بيتعمل إيه؟ رجع علي الستة اللي جوزت مرة واثنين والدلاتة واربعة طيب الاربعة ما مشيتش دلحال أجان إحنا عايزين العزوة أنا عايزة الناس اللي هم بتوعي إن حد قال لها إيه؟ طيب ما أنت عندك ولاد مولادك دي جاي عشان حد قال لها؟ هي مش ندمانة؟ هي موحش وهيش؟ لا 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 هي ما قدرش أقول إنها مش ندمانة أكيد ندمانة لأن إحنا بنقول أنا مرة بقى صح بس هي بتقول إيه؟ الشخصية دي بتقول إيه في دمخة لا الصح إن أنا لازم أخذ بالي من أولادي وأنا فعلا غلط وأنا فعلا ضميري بيوجعني ولازم أعوضهم عن السنين اللي أنا سبتهم فيه ده جزء فيها بالكلم جزء الثاني عشان هذه إنها وعية من الشخصية تقولي بس أنا ما بقدرش وأنا ضعيفة وأنا جوء وهم عملوا فيه وهم ليه ما سألوش علي وهم ليه ما توصلوش ووقفوا قدام أبوهم ويقولي تشايفها الصراع بمحمد الزاكي حلوة فإحنا بقول وبالتالي أنا بقول إيه لا هي محتاجة إن هي تاخد بالها أو تتعالج أو تعرف إيه المشكلة اللي عندها وتعالج طيب فزي ما الشيخ نقال الأب بايتعالي الأب بايتعالي الأب بايتعالي الأتنين شخصيتهم زي ما بعض يعني هايز أقولك على حاجة طيب هذا الأب هذا الأب زي ما الشيخ قال إن كلهم مسؤولين عن رعيتهم طيب وفعلا زي ما قلنا برضو في أول الحلقة طيب أنت عارف هي ظروفها إيه وعارف إن هي قاعدة عشانك إنت وهي كانت عايز ترجع تبقى بوسطة أهلها وأصحابها تروح إنت سايبها ومسافر يعني هي قاعدة في قصيوت عشانك تروح سايبها ومسافر يعني اللي فطرة وحش برضا صح؟ طيب ودايما نقول للراجل إيه مش فاكرة حلقة قلتلك الست هي ميزان البيت فاكرة لما قلتلك كده مزاجها لما بيبقى كويس البيت كله بيبقى حلو لما هي تبقى راضية وهدية نفس البيت بيبقى راضي وهادي طيب أنا مش أنا كراجل زكي بلاش أقول مسؤول وبلاش أقول إن أنا فاهم يعني إيه مسؤولية بلاش هقول أنا زكي وبلعب بالبيض والحجر عشان ده اللي ماشي في الأيام دي وسط الناس إن أنا اللي بعرف اللي ما بيتعرف دي هاي طيب إنت لو راجل زكي يا سيد الرجال مش تبقى متطمن إن البيت هادي والست هادي عشان تعرف تاخد بالها من بيتها وهي راضية ومكفية عشان تعرف تسافر ليبيا وترجع مش كده ولا إيه يبقى الغلط في الاتنين مش دي مشكلتنا أنا بيكلم على البنت دلوقتي حيات اللي هي بعتت لنا اللي هي في حالة نفسية غير طبيعية ومش عارفة إيه الصح من الغلط من كوليرتر اللي هي بتسمعه فنقول لها إيه أو دي اللي تهمني لأن دا المستقبل يا سيدي ولما يبحد بابا ومامته كده بيطلع لازم يطلعوا كمان مش سليم بص يخلق من ظهر العالم فاسد ومن ظهر الفاسد العالم يعني مش قاعدة يعني مش قاعدة مش قاعدة ليه لأن احنا بتتكلم معاه يعني احنا بنقولها هو خذي بالك الطريق تصرفات الأم مش صح طريق تصرفات الأب مش صح بس شيخنا قال إيه أن لازم رضاهم دحاء رضا الوالدين من رضا الرب وبالتالي لازم نبقى نحوز أو نسعى وراء رضاهم طيب لو رضا دا عكس رضا دا احنا في المشكلة بتاعت حياة إن هي لو راحت لماما بابا يزعل هو راحت لماما بابا ماما يزعل تعمل إيه الجد؟ وبالتالي بتطبي من واحدة عندها 16 سنة أنها تلعب الميزان ما بين اتنين يبقى على الأقل ضغط ضغط فضيع ضغط فضيع لوحدة عندها 16 سنة أنها تلعب هي نفسها متخبطة وفي صراع ما بينها وما بين نفسها لأنها في مرحلة الندوغ والبلوغ ما هو برضو إفطرة وحش يعني طيب البنت دي نسندها إزاي؟ نقول لها حبيبتي ما فيش حاجة اسمها أبيض وسود يعني هو مش لازم أزعل ده عشان أزعل ده ومش لازم أبقى أنا رضيعة ومبسوطة وبحبه ومشاعري جرفة ناحية ماما في يوم وليلة غلط نبتدي الأول بالإيه بالمعروف يعني لو هي تكلمت أهلا يا ماما زي حضرتك عاملة إيه وحشتينا يا رب تكوني بخير مش لازم أنا بحبها قوي بس الكلمة الكويسة ناحترم نفسي ها مش كده ولا إيه طبعا ومش لازم نجي نروح لبابا لا أنا لازم أكلم ماما ماما مش عارف لا يا بابا يعني عشان ربنا ما يزعلش مننا طب بس نقول لها كلمة كويسة احنا مش هنروح لها لو ده يزعلك بس نكلمها نودها عشان ربنا يعني هي البنت كل اللي هي احنا مطلوب منها دلوقتي انها غصبا عنها لازم تيجي على نفسها طب يا حبيبتي بنقول لك إيه البني آدم اللي بيمر في ظروف صعبة بيبقى دايما بني آدم قوي ودايما نقول اللي ربنا بيحبه هو اللي يحط دايما في طريقه السعاب عشان يقويه وعشان ينوبه سواب طبعا صح ولا إيه فبالعكس نحن بنقول لك انت ربنا بيحبك بيحبك ليه عشان حاطك في موقف صعب وبيعلمك منه عشان يقويك عشان ما تغلطيش غلطة ماما عشان ما تغلطيش غلطة بابا عشان يا حبيبتي لما يجي واحد يتجوزك تعرفي هو مين وتعرفي لو العيشة دي تريحك ولا لأ ولو آه يبقى آه لو لأ يبقى لأ لأن أنا خايفة اني تكون من كتر الضغط عليكي هتبقي عايزة تتجوزي عشان تطلعي من بره البيت تطلعي من الظروف دي وتسيب إخوتها وتقول أنا عايزة أغرب وهتطلع ما هو إحنا لما بيجي أقول أنا بتعلم هتعلم من مين ام طيب ولو ما عملت ايه يا سالي عشان كده أنا بقولك أنا خوفي خلاص ما اللي كبر كبر ما كل واحد عاش حياته زي ما هو عايز يعيشها اللي عايز يجوز يجوز والعايز يسيب يسيب والعايز يسافر يسافر وعملوا كل اللي نفسهم فيه من غير أي انتباه ولا أي تحمل المسئولية للولاد سنية تبعت أنا شايفها بداية إيجابية قوي آآ جدا جدا تشوفها ولا ما تشوفها لا بصي تشوفها آآ لو ست طلبت وبابا قال آآ يبقى آآ من وراء بابا لا ليه ليه يا سالي علشان ما تعملش نفس اللي ما متها عملته ومن وراء الأب لا بدم أنا قررت أن أنا أواجه يبقى أواجه طب طب يا بابا نقابلها وانت موجود أو عمي موجود أو جدتي موجودة أو كبر البلد أو آآ بس علشان مش عشانها يا بابا وهي غلطت وأنا معاك إنها غلطت بس ده عشان خطر ربنا لأن ربنا حسين وحيحسبنا إحنا على تصرفاتها وحيحسبها على تصرفاتها ممكن أخذ وجهة نظر تاني؟ ليه باني إن هي الغلطت؟ ليه مش باني إن هو برضو راح ليبيا؟ عايزة تقعد في أهل في بيت أهله أنا قلت الاثنين غلطانين آآ صحيح؟ طب مين غلطه أكبر لو أنا هقدر أقارن أو أقيس؟ آآ أقول لك الحقيقة الراجل عشان بإفعارك إحنا مع الستات لا إحنا مع الحق لا إحنا مع الحق لا الراجل ليه الراجل؟ لأنك عايز تقول أنا راجل وأنا قادر على البيت يبقى زي ما شيخنا قال إيه وكل مسؤول عن رعياته لما كيمشي لما تبقى ليدر إنت إهتميت بحالة الزوجة؟ هل أنت شفت لها حل زي ما شيخنا قال قبل ما تسافر وتسيبها وهي خايفة وبتكره الوحدة؟ لا لا ما عملتش اللي عليك هل هي رد فعلها كان صح؟ لا غلط أنا إحنا ما بنقولش إن هي صحة لا بنقولها غلط 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 لأن الأمومة غير الأبوبة الأبوبة فعل الأبوبة لها سمات السمات إن أنت تحافظ على مراتك وولادك والأم الأمومة اللي هي المفروض قلبك يوجعك على أولادك زي ما بنقول تمام؟ يعني ما تشوفهش من غير علم بابا أيوة يا سالي أيوة أنت عايزاني أقولك تروح تشوف أمها من وراء أبوها لا مش هقول تمام هو لو هو قال لي لا أو يا مامتي ما هو كده بيعمل حاجة حرام يبقى إحنا نعمل اللي علينا لآخر لحظة لكن لكن لآخر لحظة اللي هو إيه نحاول مر واثنين وتلاتة ما أنا ما قلتش أبيض واسود إحنا بنقول إيه مش كل حاجة بتتاخذ ما هي نفس القصة للأب ما هو الأب ده بني آدم فريدي الأم خسرة القضي ما هو ده بقى اللي هو يعني استغفر الله العظيم يا رب مش قادر مش لقيالها لفظ غير العك ما هو ده بقى العك اللي بعينه بقى اللي هو يا ستي ما انتي قلب الدنيا والعنار والراجل شايل منك والعيال مش فهم الدنيا تروحي تروحها كمان ترفعي قضية هو يعني إيه يعني يعني زهيان عزيوكين ليه سويت ليه ليه بالأدب وبالحج ما بالزبط مش أنت عايزة تتسامحي فين اللين وفين المواد طب مش ممكن تكون راحت بالحب وترفضت ولا عشان يا رفعت خلع إحنا وغدين بصي بصي مبيتين النية بقى بصي سأل ها هل انتي مسؤولة عن تصرفاتي أو عن اللي أنا بقول في الحلقة دي نا بس أنا بشير الليلة أهم طبع بشير الليلة أكيد لازم تشير الليلة أهم مسؤولة عن برنامو بالزبط لكن مش مسؤولة عن الكلام اللي بيخرج منك كل العامة دي تلعت على لسانك لكن هل انتي مسؤولة عن كلامك آه طب يعني هل انتي بتعملي كونترول على مشاعرك وكلامك قدامي الكاميرا يعني كل واحد لحدود الأولى المسئولية مسئوليته على نفسه لأن لو سابوني بعد برنامج قصة حقيقية ده أنا لو شفت حد أنا عارفة لا مش عارفة أنا مش عامل ايه في الشارع لو سابوني يقول له جوايه بجد لا جوايه كتير يا خرابي لا 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 كتير كتير تعبان أنا معجابة بالسيطار لا والله شفتي أنا برا أبقى هنا مبسك نفسي وبالراحة كلم النس بالراحة لا أنا شفت العجب خيرا أنا شفت العجب وجزكي خيرا أكتر منه أضعف أضعف نورتني يا ريشي سعيدة بك وكل سنة وانتو طيبين موسيقى سعيدة موسيقى طيبة تانكيو حبيبتي